بتتابعوا الأخبار؟ أرجو تكونوا بتتابعوا الأخبار عن فين طبعا أنه حصل ضربات صاروخية باتجاه إربيل في العراق ضربات صاروخية جت من إيران وإيران معترفة وتعلن تبنيها لهذه الضربات أو الرشقات الصاروخية العراق استدعى سفيره في طهران فورا وإيران قالت أن الضربات الصاروخية حق مشروع الخارجية العراقية قالت أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما اعتبرته العراق عدوان إيراني على إربيل وطبعا ده معناه اختراق للسيادة العراقية معنا على التليفون دكتور باسل القضمي الكاتب والمحلل السياسي المعروف محدثنا من بغداد أهلا بك دكتور باسل حياكم الله وحيا قناتكم موقرة وحيا السادة المشاهدين دكتور باسل ما هي قصة هذه الرشقات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى مدينة إربيل إيران تقول أنه لم نقصد إربيل بنفسها وإنما التمركزات الأمريكية هناك سيد العزيز بالبدء مهما أن يكون في داخل أقليم كردستان إذا كانت هناك المواقع أمريكية أو مواقع لأي دولة كانت لا يمكن أن يعطي الشرعية إلى الجانب الإيراني بأن يقوم بالقصف بداخل أعراضي العراقية وهذه تعتبر انتهاكه إلى سيادة البلد جانب آخر بصراحة عندما نتحدث بأنه إيران تقصف المواقع الأمريكية في داخل العراق السيد دولة رئيس وزراء والقائد العام القوات المسلحة دوما وتكرارا يصرح وحتى اليوم كانت الصيحة ويقول المستشارين والجانب الأمريكي المتواجهين في القواعد العراقية إنهم بحماية الحكومة العراقية وإنهم متواجدين بأمر وبعلم وبترحيب من قبل الحكومة العراقية فبمثل هذه المسائل لا يمكن أن تحدث الجانب الإيراني من خلال هذه التصرفات ومن خلال هذه الأسالي بصراحة أنا من رأيي الشخص لا يريد أن ينقل رسالة بأن نحن مسيطرين في العراق ونحن من نتحكم بكل صغيرة وكبيرة في داخل العراق وهذا ما يتتحدث به الجانب الإيران فبالمرتبة الأولى هذا يعتبر انتهاك بسيادة البلد وبسيادة الدولة ومخالف لكل القوانين العالمية والقانون العراقي والدستور العراقي لا ننسى بأن هناك يوجد لجنة مشتركة بين بغداد وبين طهران وبين دمشق وبين أقليم كردستان أربيل بأن أن يكون هذه اللجنة مشتركة أمنية أي مسألة تحدث يجب أن يكتم بأنه إعلام الطرف الآخر بهذه المسائل لحد اليوم السيد قاسم العواجي مستشار الأمن القومي يقول بأن لا يوجد هناك أي علم لدى بغداد بهذا القصف فبمعنى بأن إيران لا تحترم كل هذه الجهات جملة وتفصيلا فهذا المرفوض جملة وتفصيلا لكن من المغزي ومن المعيب الآن نلاحظ بعض التصريحات من بعض الذين يؤدون الولاء إلى الجانب الإيران عندما يصرحون ويحاولون أن يعطوا مبرر أو دريعة إلى الجانب الإيراني هذا القصف لا يمكن أن نأخذه على أي محمل أو لا يمكن أن نعطيه أي مبرر رئيس الحكومة العراقية كانت تصريحاته شديدة الوضوح أن هذه الضربات الصاروخية الإيرانية هي انتهاك لسيادة العراق على أراضيه وأنه لا نريد لذلك أن يهدد العلاقات المتميزة بين بغداد وطهران هل تعتقد أنه هذا بالفعل من الممكن أن يهدد العلاقات ما بين بغداد وطهران وما هو شكل هذا التهديد ما بين العاصمتين أو الدولتين العراق وإيران وهي دول صديقة وفعلا ما بينها علاقات ممتازة أكيد تحصيل حاصل بأن السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام قوات المسلحة عندما طرح بهذا التصريح لكون الجانب الإيراني لم يعطي أي مبرر أو أي تفسير بما حدث في داخل أراضي العراقية وغير مسموح ولا يوجد لديه أي شرعية بأن يقصف في داخل أراضي العراقية فعندما يهدد بأنه أو يقصف في داخل أراضي العراقية فالسيد رئيس مجلس الوزراء يتحدث من منطلق نحن على مدى سنوات طويلة كنا منالك علاقات وانسجامات وإلى آخره وكان العراق يدافع عن الجانب الإيراني بالكفية من المحافل أما بهذه الاستهتار أو بهذه الاستخطاف بسيادة البلد السيد رئيس مجلس الوزراء يلاحظ بأن لا يمكن السكوت بعض هذه المسألة فمن المحتمل حتى يتم بأن يكون لك نوعا ما توتر بالعلاقات أو برود بالعلاقات بين بغداد وبين طهران لا ننسى بأن اليوم السيد وزير الخارجية أرسل إلى قائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في بغداد وأعطاه مذكرة احتجاج ورفض وإستنكار على ما حدثه في أقليم كردستان أشكرك جدا دكتور باسل القابمي الكاتب أول سياسي العراقي من بغداد